السلام عليكم. اليوم سأتحدث عن خمس منتجات يجب أن كل مرأة توقف عن استخدامها فوراً هذه المنتجات كثيراً على الاستخدام وأساسية تقريباً بحياة كل واحدة فيكم في هذا الفيديو سأقل لكم كيف هذه المنتجات ستسبب لكم مشاكل صحية خطيرة سواء الآن أو المستقبل سأتحدث عن أفضل بداية صحية ورخيصة التي تشتروها أو حتى تستعوبها في البيت قبل أن نبدأ أرى لكم نسبة قدامي سأتحدث عنها تخيلوا أن 83.7% من الناس الذين تشاهدون فيديوهاتي ليست مشتركين بالقناة و16.3% مشتركين فقط بالقناة لماذا؟ أنا أعلم أن الكثير من الناس تنسى هذا الموضوع أو لا تشترك وتشاهدون في الفيديوهات تعمل لايك أو تنسى تعمل لايك لايك أي شيء بالسبب من الفيديوهات التي تنزلها تعملوا لايك للفيديو تشكروا بالقناة التي لم يتم مشترك وتعملوا شير للفيديوهاتي وتكتبوا الشيء الذي فعلته تحت سواء تعملوا لايك أو اشتركوا بالقناة من جديد أو تعملوا شير وهذا الشيء كتير سوف يفرحني أنا ابتال يوسف حلقة جديدة ويلا نبدأ جلدنا مثله مثل سفنجة يعني أي شيء بتحطوه فوقه يمتصوا الجلد سواء كاللوشن، منكير، كريم، أي شيء معطر، أي شيء يمتصوا انتم جربوا تدخلوا على الحمام ووصلوا يديكم وضعوا لوشن فوقه سوف تخرجوا بعد قليل، سوف ترى انه اختفى هذا شيء دليل انه جلد متصوا ويذهبوا على الدم في دراسة يرى انه كمية المواد كيميائية التي تدخل جسم المرأة بالسنة 2 كيلو جرام يعني مثل هذا الحجم من المواد كيميائية تدخل المرأة على جسمها عدد المواد كيميائية تدخلها على جسم المرأة باليوم 168 مادة كيميائية المشكلة انه بعض المواد التي تصنع هذه المنتجات مسرطنة بسبب سرطانات بتسبب مشاكل بالهرمونات لا تستغربوا لماذا لعلم صار باخر فترة كثيرة عندها مشاكل بالهرمونات لانه فيها مواد مشابهة الإستروجين ممكن تسبب تسمم الكبد لانه الكبد هو المكان اللي بصير فيه فلترة المواد السامة يعني الكبد اي شيء سام اي شيء نحن بدخله على جسم ما بروحها الكبد بصوله فلترة بتحول من شكل الدهن للشكل المائل حتى ينطرح عن طريق الكلية فالنساء اللي بسختم هالمواد هالمنتجات لفترات طويلة بكميات كبيرة وبقولوا ما فين شيء ما يصلي شيء الفكرة انه يمكن هلأ ما يصلك شيء بكرة ما يصلك شيء بعد بكرة ما يصلك شيء بس نحن نحن نعرف بعد عشر سنين سوف يحصلون عندكم بالكثري يعني انه دائما تأخير بين السبب والنتيجة يعني المشكلة هي التراكم هذا المواد بالجسم على مدار السنين والذي سوف يسبب مشاكل صحية كثير خطيرة الفيديو منهم يجب أن تشارك لكل مرة تتعرفوه لذا انتبه للمنتجات الخمسة منتج الخامس بقعة الإهرام سوف ابدأ من الأقل لو ما منتج الخامس هو غسول المنطقة التناسلية في دراسة صدمتني نعملت عام 2013 لنساء مصريات يعملوا غسول للمنطقة التناسلية من الداخل زاد عندهم خطر ولادة مبكرة والتهابات الحوض بعد ما كشفوا عليهم شافوا انه هالنساء استخدموا هالمنتجات المنطقة التناسلية عند النساء من الداخل فيها حمض اللاكتيك تفرز الجراثيم جيدة موجودة فيها لكتوباتسيليوس باكتيريا هاي الجراثيم الجيدة بتحافظ على حموضة مثالية حموضة مهمة كتيرة لمنع الالتهابات في هذه المنطقة لتكون قل من 4.5 البيئاتش قل من 4.5 تفرز شيء اسمه باكتيريوسين هي مضادات حيوية طبيعية بتقتل جراثيم الضارة تمنع الجراثيم الضارة انه تلتصق بجدران انسجة فاستخدام كلها منتجات لتنظيف هذه المنطقة مهما كانت حلاوة الدعاية اللي مروجة للمنتج تبعه انه يعملوا دعايات كثيرة حلوة استخدام المنتجات غلط لسببين اول شيء انه هالمنتجات بتقول انه هنن فيهم مادة بتزيد حموضة هالمنطقة وبتخليها بحموضة مناسبة للمنطقات التناسلية بس هالشي ما له فائدة بتحطوا مصارع الفاضي لانه هالشي بتعنوا الجراثيم الجيدة بشكل تلقائي وتفرز حمد الله كثير يعني انتم ما رح تحتاجوا هالغسول تاني شيء المنطقة التناسلية عند المرأة بتنظف حالة من الداخل تلقائيا بفرازات طبيعية تالت شغلة انه هالمنتجات فيها روايح معطرة مواد هلامية مطهرات بتغير حموضة المنطقة وبتسبب مضاعفات خطيرة لايك شو البديل وشو الحل الحل انه ما تخسو المنطقة التناسلية من الداخل غسلها ممنوع لاني رح تنظف حالها تلقائيا غسل منطقة التناسلية من الخارج بالمي والصابون فقط بره واحدة باليوم بيكفي بالنسبة للصابون معطر اولاء بعض الناس بتحسس على العطور بعضها بتحط شيء معطر وما بتأسى عليها ابدا ولكن انتبهوا انه اذا فيه راحة غريبة هالدليل انه فيه مشكلة جرسومية بالمنطقة التناسلية راجعوا طبيبتي النسائية فالحل انه نحن العالج السبب مو الحل انه نحط روايح معطرة على المنطقة المنتج الرابع اللي نعملت عليه دعايات كتير كبيرة هي كريمات ازال الشعر من اشهرها الفيت كتير ناس بتحبها لانه ما بتسبب قلم سريعة مرخيصة ومريحة بس سؤالي لكم حدا منكم جاب هالمنتج وارى شو مكونات على الانجريديون سبعة مكونات المنتج من شو مصنوع المواد اللي فيها مواد كيميائية موجودة فيها مثل ايدروكسيد الكالسيوم ايدروكسيد البوتاسيوم هي مواد كتير قوية قادرة انه تدوب شعر المنطقة هو شعر الجلد خلال ثلاث دقايق وهذا هو السبب انه الشركة اذا طلعتوا العلمي مكتوب انه ممنوع تحطوا هالمنتجات على الجلد لأكتر من ست دقايق ومن اكتر اعراض شيء على استخدامه يتصبغات الجلد وحتى الحروق عن بعض الاشخاص وعلى فكرة المواد كيميائية اللي استخدموا وتحضير هالمنتج ريحتة كتير بشعة وكريهة لذلك الشركة بتضيف روايح معطرة لحتى تغطي ريحت المكونات هذا غير انه هي مفعالة لان الشعر بيرجع بيطلع بعد اسبوع بس فما استفدنا شيء طيب شو هو الحل وشو افضل بدائل فيه ثلاث بدائل امنة وعملية لازال الشعر اللي بنصح فيها اولا شيء هو الواكس الافضل هو شمع الحليب للبشرة الحساسة صاحرة توجه شوي بالبداية بعدين فيه اشخاص بتعودوا عليها بس الشعر كمان لاني بنقلع من الجزور بياخد ثلاثة لأربع اسبوع حتى لحتى يرجع يطلع هذا اول شغلة انه فعليتها كتير قوية ثاني شغلة انه الواكس كتير خيص بس مشكلة انه مؤلمة لهيك رح ننتقل على البديل الثاني ثاني بديل هو الشفرة غير مؤلمة امنة بس كمان ما تكير فعالة يعني ما رح يزيلوا الشعر بشكل عامي مثل الواكس لهيك الشعر رح يرجع يطلع كمان بعد اسبوعين ثالثة افضل شي هو الماكنة الكهربائية فبالدود 90 درجة وبتشيل الشعر من الجزور يمكن تكون شوي مؤلمة من البداية بس اغلب النساء بتعود عليها بعد فترة الماكنة الكهربائية ما توجه اريح من الواكس كمان الشعر ما بيرجع بطلع بسرعة مثل الشفرة وكمان حتى سعرها هي الارخص لانه انت بشتريها مرة واحدة وبتروح معك لايك انا بعتبر هذا الخيار من افضل خيارات خيار اخير هو الليزر لازالة الشعر هذا خيار كمان ممتاز بس بسبب انه غالي نوعا ما انا رح اتركه رح احكي عنه بحلقة خاصة ان شاء الله المنتج الثالث يلي لازم كلكم تقللوا منه قضى الامكان يعني بدأ قول بعده عنه بس كي صعب هو مناكير الاظافر وراء الالوان الحلوى اللي شايفينه اخضر احمر ازرق هو مزيج للمواد الكيميائية السامة اغلب منكين الاظافير بدخل بتركيبة 3 مواد سامة اعتقدوا انه يسموها توكسيك تريو او السلاسي السام هي ديبوتيل ثلاث بسبب تغييرات هرمونية سكر طرابات مقدود الدرقية تولوين بسبب تشوهات خلقية ومشاكب النمو على الاطفال وخاصة ان نساء الحوامل اللي بياخدوها لفترة طويلة اللي بيستخدموا منكين لفترة طويلة كتير مهم ثالث هو الفورم الداهيد طلعوا عليا معروف مادة مسرطنة لماذا سألتوا لون اظافير بعدما تشيلوا المناكير وتلاحظوا ان اللون صار اصفر هذا هو بسبب مادة الكافور التي تمتص المواد المغزية كلها من الظافير وتتركها من دون تغذية فهذا هو السبب انه الاظافير نفسها تكسر وتجف وتضعف انا بعرف ان انت سألوا لكم طيب الاظافير نسيج ميت صح اظافير نسيج ميت لكن الدراسات اثبتت فعلا انه مع ذلك المواد الكيميائية على الاظافير اذا ضلت لفترة طويلة ممكن تصلى الدم حتى بعينات البول فحصوها وشافوا كمان نواتج استقلاب المواد من استخدام مع الاظافير طلعت معهم فشو الحل بعرف انه صعب كتير تستغنوا عن المناكير او حتى صعب كتير لقي مناكير بدون مواد كيميائية قوية حتى الشركان تبت على التوكسيك تريول اللي حكيت عنه وشالت هالمركبات الثلاثة من قائمة الانجريديونس المكونات اللي عندها بس حطت بدانة مكونات ثانية كمان سامة لايك ما استفدنا شيء بالمحصل يعني شالت سام وحطت سام بس بغير اسماء انا دايما بقول الجرعة تصنع السم اي شيء كترتوا منه رح يسبب مشاكل فالحل انه انتو تقللوا طلع الاظافر المناكير قالوا له فترة بقاءوا على الاظافر نساء الحوامل بنصحها تبتعد فترة الحمل عن شيء اسمه مناكير لحتى يخلصوا هالشيء هدو انه كم شغلة فيكن تعملوها لحتى تخففوا تأسير الضار لأهال المنتجات على صحب الجسم وبس المناكير له مشكلة كمان مزيل طلع الاظافر الاسيتون هو من اشياء اسباب جفاف وتكسر الاظافر والتهاب الجلد حوالي الظفر لايكتمهم انه انه انتو اول شيء مناكير كثير تاني شيء يبقى تشيلوه انه انتو استخدموا مرطب للزفر لما بتشيلوا المناكير عن اظافركم الننتج تاني يلي لازم تبعدوا عنه فيكن تبعدوا عنه هو العدسات اللاصقة انتو بتعرفوا انه نسبة الاشخاص اللي صارى عندها مشاكل عشرة بالمية نسبة كبير راحوا على الاسعاف لان عندهم مشاكل بعد تدال عدسات اللاصقة بشكل خطأ والفترة طويلة 80% منهم فعلا صار عندهم اضرار خطيرة بالعين والنتيجة كانت التغيرات القرنية فقدان بصر ببعض الحالات العدسات اللاصقة وتضعوها على العين بتغطي كل طبقة القرنية لانه كمية الاكسجين اللي بتصع العين ستنخفض بتقلل كمية الدموع يعني الدموع موجودة بالعين لحتى ترطبها لا هي بتستخدم لترطب حالها وممكن تسبب متلازم جفاف العين رف العين اللي كتير مهم لمنع الجفاف رح يقل وهذا الشي رح يزيد الجفاف اكتر واكتر الاختلاط اللي علاجه كتير صعب وشي اسمه تدلي الجفن العلوي انه دايما الناس اللي حيطين عدسات بصير فيه احتكاك الجفن بالعدسات وهذا الاحتكاك دايما يسبب تندب بانسيجة الجفن بعدين الجفن بظل متهدل ونزل وما بيرجع بيطلع فشو الحل الحل ببساطة انه ما تلبسوا العدسات الا بالمناسبات وانا ما بصح فيهم ابدا اذا كنت تلبسون لمدة مؤقتة مهم كتير كتير انه ما تتمو فيهم مهم كتير كتير انه ما تستخدموا عدسات حدا ثاني محلول التنظيف العدسات ما بس يتضيفوا عليه اي محلول اذا خلض او شي لا تتزموا بالمحلول الموجود والعدسات لازم تبدلوهم وتكبوهم وتغيروهم كل فترة حسب نصيحة طبيبكم المنتج الاول والشائع جدا جدا هو شي اسمه انا اول مرة بسمع به الاسم بس بعد ما قرأت عنه صدمت شي اسمه compact powder او البودرة مضغوطة سمعت او سألت عنه وسمعت انه نساء باستخدموه لحتى يسبتوا المكياج حتى ينشفوه ويغطوا لمعة المكياج المشكلة انه برجع بقول انه اغلب النساء او الرجال حتى ما احد عبقره ما نقرأ نحن مكونات المنتجات اغلب هذه البودرات فيها معدن التلك معدن التلك يضعونه لحتى ينشف هذا الشيء النشف اللي ستشوفوه من التلك بس بودرات التلك اغلبها فيها معدن الاسبيستوز اسبيستوز مادة مصرطة كتير خطيرة اذا حدث تنشقه وراح الدم بسبب سرطانات بطانة خلايا الزهارية يعني يصيب الأغشل كلها بجميع عضاء الجسم سرطانات مبيط سرطانات الرئة يعني مساء اي واحدة فيكن عبتحط مكياج وستنشقته بالغلط وراح الدم فتبهوا انه يصير معكم هالمشاكل الصحية الخطيرة بولاية نيوجرسي بامريكا شركة جونسان جونسون اللي طالعت اللقاح اللي انتو بتعرفوها تعرضوا لمبالغ خيالية وتعرضوا بالقضاء وطلبوا منهم مبالغ خيالية لانه اطفالهم انصابوا مشاكل رئوية لما استخدموا بادرة الاطفال اللي فيها التالك فبادرة الاطفال من جونسان جونسون ما استخدموها اوفتلوا وشوفوا اذا موجود تالك فيها اقروا المكونات التالك متل ما قلت انه يمتص الزيوت على صحر البشرة بشكل كتير كبير وبسبب جفاف والتهابات وحب الشباب عند الاشخاص اللي مهبين لليصاووا حب الشباب طيب شو الحل الحل هو منتج سهل برخيص فيكم تعملوا بالبيت ثلاث مكونات اول مكون هو نشل عرع روت أرو روت بتحطوا مقدار كمية بعدين بتحطوا مع الأصغيرة كاكاو كاكاو بدون سكر بعدين بتحطوا كركم انتوا الكاكاو الكركم هن فائدتوا لحتى تعطوا لون البشرة تدرج بشرة عندكم حسب لون البشرة اللي عندكم حسب اللون اللي بتوصلوا له ضيفوا هالمكونات الأخيرين فأنتوا ستعملوا مرة واحدة رح تضل معكم شهور اقتصادية ومدون أعراض جانبية هذين كانوا أكثر منتجات الضارة والشائعة يلي لازم كل امرأة تمتنى عنهم أو أقل شيء تقلل منهم قدر الإمكان نصيحة أنه ما تحطوا شيء على جسمكم قبل ما تقلوا المكونات موجودة منتج هذا كان فيديو اليوم شاركوه لكل واحدة بتهمكم صحتها وأنا بالفيديوهات اللي جاء سأعمل أفضل شامبوهات وأفضل الغسولات وأفضل لا تدسوا لتكونوا صحيين لازم تكونوا سعيدين والسلام عليكم